مواطنون وعمال سابقون من مهدية بتيارت في اعتصام جديد أمام مقر مطاحن مهدية التي يطالبون بإعادة النظر في خوصصتها احنا جئنا نطالبون بحاجة واحدة بفتح تحقيق تحقيق معمق وزادت العطماء التيعنا كبرت ما نقولوش غير تحقيق نطالبون نقولو استرجاعها لأن هذا المطاحن المطاحن هذه بيعت بصفقة مشبوهة نصل ميصاج المسائل ونصل ميصاج كذلك المواطنين أن القضية تاني الجميع لأن اغتلاس هذه المطحن الكبرى من طرف المسؤولين قد مضوا المحتجون لديهم حججهم ومعطياتهم للتأكيد على خطأ الخوصصة وطريقتها على أكثر من صعيد حوالي 750 عامل هذا بصفة دائمة مثبت والمتعاقدين كانوا حوالي 500 عامل هذا الوحدة تم منحوها مع وحدات أخرى لأحد الخواص في طال تفكيك مجمع الرياض ولم يبقى في التسيير العمومي أي وحدة في كل الولاية حاولنا تعرف إلى رأي المسؤولين في المؤسسة إلا أن المدير رفض استقبالنا بحجة أن لا رأي له فيما طرحه العمل والمواطنون سلمان بوداليا من أمام مطاحن مهدية في تيارت لشورق نيوز